تسجيل 16 طريق وطني و17 طريق ولائي تم فتح جل هذه الطرق بفضل مجهودات وحدات الدرك الوطني على غرار وحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح المختصة أما الطرق التي ما زالت مغلقة لغاية الساعة فالعمل جاري بها لإعادة حركة السير عبر عدة ولايات هي كل من ولاية البويرة وبها الطريق الوطني رقم 15 الطريق الوطني رقم 30 إضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 ولاية تيزيوزو بها الطريق الوطني رقم 15 إضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 والطريق الوطني 33 أما الطرق الولائية على مستوى ولاية تيزيوزو فهي الطريق الولائي رقم 9 إضافة إلى الطريق الولائي رقم 251 والطريق الولائي 2053 للتنويه أن جل هذه الطرق المتضررة كان قد تم فتحها لكن التساقط الكتيف والمستمر للثلوج أدى لإعادة غلقها العمل جاري لفتحها من أجل فك العزلة على المواطنين وتقديم يد المساعدة لهم